السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا النهاردة مسلسل ملوك الجدعانة والحلقة الخامسة بتبدأ الحلقة بتأكد وفاة عم حكم الذي جسد شخصيته الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان وطلق الشرق القبض على سفينة وسرية ويتم اتهامهما في قتله ويدعوهما بالسجن رغم تأكيدهما لرئيس المباحث والنيابة أن العتال وذار الواقع وبدأت أحداث الحلقة الخامسة بدخول سرية وسفينة بعد ضرب رجال العتال لحكم يوسف شعبان بالسكين وأخذهم للحقيبة ويأخذوا رجال الشرطة سرية وسفينة إلى القسم ويتهوم بقتل حكم ولكن سفينة يعترب أن العتال هو الذي قتل حكم وتحدث مواجهة قوية بين نجلاء رانيا يوسف وزوجها ناصر بعد بيعه لأثاث المنزل ويدربها ناصر ويخرجها من المنزل هي وابنتها ويدخل سرية وسفينة السجن بعد التحقيق معهم وحتى يتم استدعاء العتال للتحقيق معه وبعد البحث عنه تخبر النيابة سرية وسفينة أن العتال خارج البلاد منذ شهرين وتمر ضعطية وليدة سرية بعد معرفتها بدخول ابنها للسجن وتفوق على البحث عن محامي لهما وتساعدهم فات في جمع الأموال للمحامي وتبيح حلقها الذي أعطته لها وليدتها قبل وفاتها وتنتهي أحداث الحلقة بعودة سرية وسفينة للسجن مرة أخرى مسلسل ملوك الجدعانة من بطولة عمر سعد ومصطفى شعبان وشاركهم عدد كبير من النجوم من بينهم رانيا يوسف ودلال عبد العزيز ياسمين رئيس أحمد صفوة ومن تأديف عبير سليمان وإخراج أحمد وخالد موسى وأحداث المسلسل طبعا لسه شيقة وعاوز أقول لكم أن أحداث المسلسل دي شغلة ناس كتير جدا على مستوى مش مصر بس ولكن على المستوى العربي كله وإن شاء الله بإذن الله هتكون حلقات كبيرة جدا وهيكون فيه متابعة إن شاء الله يومية لكل الحلقات اللي بتنزل تابعوني وبتمنى من حضراتكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس شكوركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته